الفترة اللي بعض الناس انتقاضوه بعد كاس الأمر الأفريقية وبعد تصفيات كاس العالم كثير من الناس حملوا محمد صلاح بصفته النجم الأول للمنتخب طبعا النجم الأكبر المسئولية وأنه مش مهتم بالمنتخب زي ما مهتم بليفربولو الكلام ده أكيد هو تأثر بهذا الأمر هل تأثر ولا الأمور خدها بشكل عادي؟ هو طبعا أي يعني خلينا نتكلم في الأول أن صلاح إنسان زي زينا يعني ممكن فيه كلام دي يأثر فيه وإيجابي وممكن دي يأثر فيه سلبي لكن أما يكون يجي انتقاد من الناس قريبة منك ومنك أنت فطبعا ده الانتقاد ده ويكون انتقاد سلبي فدي في حد ذاتها بتأثر عليك خلينا هل صلاح ما كانش عايز يوصل إن إحنا ناخد كاس الأفريقية؟ هل ما كانش عايز يوصل كاس العالم؟ بلعكس دي حتزود من أرقام حتزود من سعره حتزود من اسمه أكتر وأكتر لكن لأ هو حبه البلد وأكيد هيخليه عايز منتخه مصري يعني الحتة الفردية أكيد هتفيده جدا ويحتى الجامعية إحنا جمهور لو حبه عايزين ننزل نلعب عشان نكسب يعني فيها في نوقت رازم الناس تعرفها كلها أن اللعب المحترفين دول يعني إحنا كلنا نحب مصر نحب منتخه مصري الناس دي بتبقى يعني يمكن أكتر مننا كمان بيحبوا أن يرفعوا اسمه مصر لكن إن حد ينتقد وانتقاد سلبي أكيد بيأثر على صلاح هو أثر عليه فترة كبيرة جدا لكن إحنا شوفنا يعني ممكن الحاجات التي أثرت عليه كمان إنه هو الجمهور المصري ينتقده وفي نفس الوقت اللي بيسنده جمهور ليفربول يعني جمهور ليفربول حاسوا أنه فعلا نفسيته مش مستريحة بقوا دايما يغنوله ودايما يسنده أنا روحت مباراة كان صلاح يمكن في أول مباراة مش موفق كانت مباراة ليفربول ويستهام هناك في ليفربول لكن تشوف الجمهور إذا بيسنده تشوف الجمهور إذا يقف جنبه يعني حاسيني واحد مثلا بيمر بمرحلة صعبة فعايزيني يوقف على رجله تاني ويرجع يفرحهم تاني فدي في حد ذاتها أنا مش شايف سبب لها ليه انتقاد صلاح أنت شايف واحد بيرفع اسم مصر شايف واحد بيدعو للفخر لازم تزوقه أكتر وأكتر عشان يرفع اسم بلدنا أكتر وأكتر ويبقى في فخر بيه أكتر وأكتر حاجة في منتغل عظم